موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم زملاء العزاء أساتذة الأجلاء اليوم أتشرب أن أعرض أمامكم الحلقة الأولى من برنامجكم كتاب كل أسبوع كتاب اليوم أساتذتي وزملائي هو كتاب رسالة المحاماء للأستاذ الجليل رجائي عطية ولأننا في الحلقة الأولى النهاردة أعتقد أني لازم أوضح أن الحلقة منقسمة إلى ثلاثة عناصر أولا نبز عن الكاتب ثانيا موضوعات الكتاب ثالثا الغاية من الكتاب وفق تصورنا طبعا من السهل أني أعرض نبز عن الكاتب النهاردة فكاتب اليوم هو نقيب محامي جمهورية ميس العربي حصل على لصنص الحقوق عام 1959 الأستاذ محمد رجائي عطية عبده يعد من الشخصيات العامة فقد كان عضوا بمجلس الشورى وكذلك مجمع البحوث الإسلامي له الكثير من الإصدارات والمؤلفات منها على سبيل المثال شجون وطنية تأملات غائرة الأديان والزمن والناس وكذلك رسالة المحاماء موضوع اليوم ومن باب العلم بالشيء في أي عهد نقيب سنكون كان سيكون الكتاب الأول هو رسالة المحامة قام الكاتب أساتذتي وزملائي بتقسيم موضوعات كتابه إلى سلاسة أبواب الباب الأول منهم هو المحاماء الفن الدور الأداء والباب الثاني هو المحاماء والحركة الوطنية والحياة السياسية والباب الثالث هو المحاماء والمحامون في الحركة الوطنية والحياة السياسية والحياة الأدبية وتوقفت زملائي أمام الإهداء الإهداء في بداية الكتاب أهدى الكاتب كتابه إلى المحاماء رسالة الحق والكرامة والحرية ويتضح من الإهداء مدى عشق الفقيه الجليل لمهنة المحاماء فنجد أن الباب الأول مزيج من المنهج التربوي وكذلك الأبحاث القانونية ومن فصوله المخاطر والضمان المخاطر والضمان أساتذتي وزملائي هو باب يعد بحث قانونيا سمين لما فيه من تدرج للتشريعات والتاريخ ووقائع حدثت بالفعل وقدم الكاتب أيضا في فصول بابه الأول في نون الإلقاء والمرافعة الشفوية والمحاماء واللغة كمان هج يسير عليها المحامي وقدم أمانة الوكالة كميساق أخلاقي للمحاماء أما عن الباب الثاني زملائي وأساتذتي فيعد بحث قانوني تاريخي سمين فقد تحدث الفقيهة الجليل في الباب الثاني عن المحاماء والحركة الوطنية والحياة السياسية مؤكدا ومرصخا لمدى قيمة المحاماء حيث تحدث عن وزارة حسين رشد باشر ربع مرورا بمختلف الوزارات في العهد الملكي حتى انتهى إلى المحاماء بعد 1952 والمحاماء وضرها في البرلمان وانتقل برشاقة أدبية إلى الباب الثالث وتحدث عن المحامي مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية وكذلك قضية ديوان وطنيتي وكذلك محاكمة محمد فريد ونادي المدارس العليا والمحامي عمر بيك لطفي مرورا بشخصيات أسرت في شخصية الكاتب وهو الأستاذ مصطفى مرعي المحامي والأستاذ محمد عبدالله محمد المحامي وكذلك الأستاذ النقيب إبراهيم الهلباوي المحامي وقد انتهى بأبيات شاعر نقلها من الأستاذ محمد عبدالله محمد توضح معنا التواضع وقال ماذا ترى الأرض إن ترصدها من زحل وهل تراني وأبعادي وأمجادي يوضح أن مهما بلغت من الجبال طولا أعتقد هتفضل ضئيل في ذلك الكون الفسيح تلك الأبيات التي نقلها الفقيهة الجليل من الأستاذ محمد عبدالله محمد توضح مدى إيمانه بشخصيته القانونية والأدبية كشاعر وانتهى الكتاب بسؤال لماذا هذا الكتاب الآن؟ لماذا هذا الكتاب الآن يسرد الكاتب بحروف ممزوجة بالشجن أنه يجب للمحاماة التي قد تهت عن عمد في النصف قرن الأخير وأن تقطيع أواصر التواصل بين الأجيال كان لأغراض انتخابية يجب عليها أن تعود لصابق عهدها ولذلك كان طرح هذا الكتاب للتعريف بالمحاماة أساتذة الأجلاء الغاية من هذا الكتاب التعريف بالمحاماة المحاماة كميصاق أمانة وأمانة الوكالة وكذلك المحامي يجب أن يكون قيمة في حد ذاته قيمة وقدوة للآخرين شكرا وأتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم وألقاكم على خير في الحلقة القادمة من برنامجكم كتاب كل أسبوع والحلقة القادمة عن الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية للدكتور أمين مصطفى